معروف كده أنه الإدارة في حد داتها تحدي كبير ولما تكون الإدارة لمؤسسة كبيرة فيها عدد كبير من العاملين وتحديات كبيرة تبقى التحدي أكبر ولما تكون الإدارة في عالم متغير ووسط منافسة حقيقية يبقى التحدي صعب جدا لكن في كل الحاجات الصعبة اللي احنا نتكلم عليها وإحنا نتكلم عن إدارة التلفزيون المصري في خبرين حلوين أولا أتحيز لخبر أنه اللي بتقف على إدارة التلفزيون المصري السيدة مصرية ومصر فيها من المواهب الإدارية النسائية قامت كبيرة جدا الأستاذة والإعلامية نائلة فاروق بتقف في وسطهم مسؤولة عن مؤسسة في غاية الخطور وخبر التاني أنها كمان معها تاريخ كبير جدا يساندها في كل التحديات اللي اتكلمنا عليها سأل خير على حضرتك سأل نور وأشكرك طبعا على المقدمة الجميلة دي وطبعا بحييكي وشكرا ليكي وبحيي كل زميلي بداية أنا أحب أوجه التهنيئة بمناسبة احتفالاتنا بانتصارات أكتوبر كل سنة وانتي طيبة والشعب المصري طيب وانحنا طبعا في ذكرى مناسبة وطنية جميلة شهر أكتوبر هو شهر النصر هو شهر الانتصار هو شهر العزة وشهر الكرامة فالحقيقة أنا سعيدة جدا أنا أكون موجودة معاكم النهاردة في القناة الأولى في شهر أكتوبر تحديدا ده الحقيقة عزة وفخر لكل المصريين الحقيقة طبعا أنا عايزة أبدأ أتكلم عن التلفزيون المصري وعن تاريخ التلفزيون المصري هنفتكر كده بعض من التواريخ يوم 21 يوليو سنة 1960 كانت أول إطلاقة وأول بث للتلفزيون المصري كانت ساعة سبعة مساء ده بالتواريخ والأرقاء وكانت بمناسبة الاحتفال بثورة يوليو وده الحقيقة يعني دي هنقول لو هنيجي نتكلم على التواريخ فالتواريخ الحقيقة مهمة جدا لأن التلفزيون المصري وداتة دهالة متغير التلفزيون المصري هو اللي كان بيلتف حاوله كل المصريين الحقيقة في كل الظروف في النجاحات في الأحداث التاريخية في الأحداث السياسية في الأحداث الفنية يعني مصر الحقيقة أو التلفزيون المصري كان ناقل لكثير من الأحداث الفنية الهمة جدا وده انتقل الحياة للوطن العربي يعني الوطن العربي لو تخدي بالك أن القوة النعمة هي لأثار التأثير كبير جدا في الدول العربية الشقيقة لحد الوقت اللهجة المصرية من أفلامنا من مسلسلاتنا من برامجنا التلفزيون المصري تاريخ كبير ترجمة نانسي قنقر